السلام عليكم ورحمة الله التدابير وليزا ستوسلي رح نسمعهم وتشوفهم في هاد الفيديو هي من عنده اختي صغيرة ليلا ليه هي بارعة في تحذير الرجتاء إذا نبدأ على بركة الله نوعية سميد اللي رح نخدم بها في هاد الوصفة هي سميد رقيق يعني لا سمول فين بعد ما غربلتها بطبيعة الحال نحط الملح ونزيد فوقه المبارد ليه عنده الملح خشين مدى به يخليه يدوب شوية في الماء وإلا رح يتسبب في تقطع العجينة في آلة التوريق إذا نبدأ نبلف السميد غير بشوية بشوية يعني كل ما نسك بكمية على الماء حتى نتأكد بأنه السميد تشربها باش نزيد الماء ونكمل نزيد في الماء حتى تسلم العجينة ولكن لازم في الآخر نتحصلوا على العجينة تكون نتماسكها ملح هنايا قبل ما ننسح بتنفتح قوسين ماذا بيكم العجينة على الاجتماد ديروهاش بسميد ناعم يعني سميد رطب ملح لأسوا موليك تخافين لأنه قد ما يبسنا العجينة دي ما رح تنطلق وتولي تريا وبالتالي ريح تغبننا في الخدمة هذا هو قوام العجينة في الآخر تبان ماشية بسر بسر و لكن كي ترتاح ريح تولي امتماسكها ملح ملح نحطها في فيلم بلاستيكي و نخليها ترتاح أنا بكل صراحة رخليتها رتاحت ربع ساعة فقط هذا النوع تلعجائن قد ما رتاحت قد ما ريح تعطينا الطوح في الخدمة إذن من الأفضل خلوها ترتاح ملح و تقدروا مام تشمخوها و تبيتوها الغد من ذاك بعد ما رتاحت العجينة تاعي و اللي تيبسها حجرة كي ما راي يتبع لكم في الصورة وهذا هو القوام اللي نحوصوا عليه في الوصفات على رجتا ندلكها شوية و نخليها ترتاح شوية و نزيد نرجع لها من بعد و نكمل ندلكها حتى نتحصل في الآخر على قوام يكون ناعم هذة المرحلة تعدلك رايح نربحوه فيها بزاف الوقت كيفش هذي؟ إذا ما دلكناش العجينة رايح نضيعه بزاف الوقت في آلة التوريق يعني كلما ناخدو شاريطة العجينة نقعد و نجوزوه كذا مرة في الآلة التوريق مش تتعلق و تولي ملساء كدلكت العجينة ما زدت لها ولا قطرة على الماء لو كنا نزيد لها الماء نتحصل على العجينة طرية و بالتالي ما نقدرش نتحكمو فيها و تعود الورقة عطرية بزاف و تكسل وحدها و توليت مرميدة في الكوزينة إذا السر الوحيد اللي نقتد عليه في هاد الوصفة هو أن العجينة لازم تكون هي بسا مليح ننشكل الحربوش و نقطعوه إلى وحدات ناخدوش كوايرات و الباقي نخبيهم في كيس بلاستيكي بواسطة الحلال نبسط العجينة بشكل مستطيل أنا هنا نخدم بالفارينا كما بكري و اللي تحب تخدم بنشا تقدر بطبيعة الحال و نحاول نديرها عريضة قد آلة التوريق و من بعد نجوزها في آلة التوريق في رقم ثلاثة كي نعود نورقه في العجينة إذا شفناها تلسق نرشو عليها الفارنة أو نشا و نعود نجوز الأشريطة في رقم خمسة هنا بديت نخدم بزوش كوايرات كي نحلهم وريقات نحطهم ينشفوا و كي قريب ينشفوا نعود نرجع نحل العجينة المتبقية وحدة وحدة منحلوش كم العجينة وريقات دفعة واحدة لأنو الورقات الليولين رايحين يخرجونا ملاح ولكن الباقية رايحتي بس هنا ينتكلم على وحدة اللي كما حالتي تختم وحدها أما اللي عنده المعينة ما عندوش هاد المشكي نزيد نجوزهم في رقم ستة وفي الآخر في رقم سبعة الرقم سبعة هو الرقم الرقيق كامل في الآلة ديالي طول نهائي للشاريط لازم يكون طويل شوية يقدر يوصل حتى المترة وكنفورو رشتات تعنا ونخدموها بيدينا رايحة تتقطع والجينس واسوا برك أما إذا عملنا الأشاريطة صغار كنفوروها رايحة تتقطع وترجع كي شغل فيغميسال وهديك ماشي رشتة ننفرش الأشاريطات العجينة فوق كتانع أو منيد النظيف ونخليها معرضة للهواء باش تنشف في الوقت اللي رايحة الأشاريطة تعي تنشف نبدأ نحضر كويرة أو زوج تلعجينة هكذا تكون الخدمة متسلسلة ومنظمة كي باش دوك نقدر نعرف بأنه الأشاريطة تعي راهي نشفة وراهي واجدة باش نجوزها في الآلة تعرشتة هي سهلة كي نمسها بيدي تكون ما تلسقش يعني شغل تخرخش بعد ما نشفو سواسوا برك ندهن الأشاريطة بشوية عز زيت قبل ما نجوزهم في الآلة تعرشتة وهنا ينأكد على حاجة كي نجوزوها في الآلة تعرشتة لازم الورقة ما تكونش منديها لأنه الخيوط راحين يخرجوا لسقين وإذا خليناها نشفت بزاف الخيوط رايحين يتكسرو بعد ما فوتها في الآلة تعرشتة نفورها لازم البخار نشوفوه باين وخارج من الكسكاس قبل ما نحطوها إذن نحط الرشتة غير بالعقل ومباشرة نحاول نحلها في داخل الكسكاس بشيسها لتسرب الفوار داخل الخيوط تعال الرشتة من بعد نخليها تفور مليح من غير ما نمسها كي نشوفو بأنه ما كاش كامل آثار تعالعجينة نبدأ نحركها بواسطة هاد الشوكا ونحاول نسلك الخيوط المخبلين ونزد نخلي هاد فور لمدة قصيرة بركي بعد ما فورتها مليح نحطها في الجفنة ونزد نفك لخيوط المخبلين ونخليها تبرد وهنا يباش نربح الوقت فورت زوج أشريطة دفعة واحدة فورت معادي كما مقبل ولكن بناتنا نفطل نفور شاريت شاريت هكذا يكون مكان متسع في الكسكاس وتفور بسرعة إذن ننصح المبتدئات يفور الرشتة ورقة ورقة اشتركوا في القناة كما ركوا تلاحظوش شاريت في الأول كان طويل بزاف وكيف ورتها وحركتها بهذك الشوكا وزادت خبلتلي لخيوط تعريش تقصاروا بطبيعة الحال لذا قلت لكم في الأول من الأفضل لأشريطة ديروها طويلة بعد ما بردت تماما نحط الرشتة تعي في كيس بلاستيكي باش نخبيها في المجمد بـ 600 جرام بتاع السميد خرجت لهي 800 جرام بتاع الرشتة وفي الأخير نحط الكيس البلاستيكي في علبة قبل ما نحطها في المجمد هكذا الرشتة تعنا نهاري نحب ونستعملوها حتى بعد عدة أشهر نلقوها كما حطيناها ما تتكسر ما تتفتت من هكذا فيديو اللي كافية تحضير عجينة الرشتة وصلت لنهايتها نتمنى تكونوا استفدتوا منها نعطيكم موعد في فيديو قادم حول كافية تحضير طبق الرشتة مع المرقة اللي ترافقها ورايحا نحط لكم لاحقا رابط الوصفة في أسفل فيديو وكيما نقولكم دايما إذا عجبتكم الفيديو ما تبخروش عليها باللايكات والبارتاج أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله